الآن أنت أمام آليات جديدة بالكامل يجب أن يتعاطى معها القطاع التجاري الذي يتعامل مع الدولار والذي يأثر على سعر الصرف هذه المرحلة الانتقالية ما بين تعودهم ما بين تبديد مخاوفهم كل التجار الآن يخافون من الضرائب من النظام الضريبي من القمارك يخاف يدخل لا تسجل بياناته وتروح بياناته للضريبة أنا سامع قصص كثيرة وكنت أتمنى أنه أيضا تستضيفون أحد من هذه العاملة الضرائب حتى يشرح على هذا الموضوع كثير من الحالات اللي نسمعها أنه الضرائب تجباه مرتين مرة على دخول النافذة ومرة على صافي الأرباح المتحققة للتاجر أكيد ما هو هيتش هو يعني هم يعني شون يعني أكيد ما تجباه مرتين الضرائب اللي يصير هيتشي اللي دي يصير هيتشي صراحة فلذلك التاجر يعني يتردد بالقدوم وتسجيل نفسه بشكل رسمي في وزارة التجارة في المنصة الإلكترونية فانخلق نظام تجاري غير قادر على الوصول وكشف نفسه بكل صراحة خوفا من التعسف الضريبي خوفا من الفساد اللي استشرا فيه مكانات يعني متعددة وبالتالي هاي المرحلة الانتقالية عملية الإصلاح يجب أن يعني حتما ستكون بكلفة حتما ستكون لها تداعيات في البداية مما يعني؟ مما يعني أنه لحين أكو بالعراق خاصة لدينا حالة خاصة على هاي النظري اللي دعت شلكيها الحالة الخاصة اللي بيها أنه النظام التجاري بالعراق غير منظم بالكامل وبالتالي أكو طلب مشروع وأكو طلب غير مشروع أكو طلب نظامي وأكو طلب غير نظامي الطلب الغير النظامي دي يصير أيضا ضمن خانة الطلب غير المشروع تمام؟ الطلب غير المشروع الآن مزدودة على آلية التحويل الخارج عبر المنصة هو شينو الطلب غير المشروع؟ الطلب غير المشروع هو التجارة مع الدول المحرومة من الدولار تمام؟ طيب